بورهوس فريدريكسي كينار هو اختصاصي علم النفس وسلوك عمل أستاذا في جامعة هارفارد ديرس عام 1958 ميلاديا وواصل عمله في ذلك حتى بلوغه سن التقاعد سنة 1974 ميلاديا واشتهر أيضا بأنه مؤلف وفيلسوف اجتماعي كبير له مكانة عظيمة اشتهر العالم سيكانر بكل ما قدمه خلال فترة حياته من بحوث في عملية إلى التعليم أو المعرفة كما برز بشكل جلي بإيمانه بالمجتمع الموجه إلى حد كبير ونظرا لما قدمه من إنجازات فقد أصبح في نهاية المطاف ناصيرا للتعليم والتدريس المبرمج الذي يقوم على أسس المعرفة وخاصة تلك التي تأتي انطلاقا من الغرف الصفية ومختبرات للتدريس برز العالم سيكانر أيضا باهتمامه وشغفه بدراسة علم النفس السلوكي أي إن سلوك الإنسان كان محط اهتمامه وخاصة ذلك الذي يمكن ملاحظته من فلال الحياة اليومية ومراقبته من فلال تعامله مع الناس التعليم نشأ العالم سيكانر في مسقط رأسه في سيسكويهانا في الولايات المتحدة الأمريكية وتلقى علومه في كلية هاملتون في مدينة نيويورك سنة 1926 ميلاديا وانخرط في مجال العمل في العالم النفسي فور تخرجه حيث اهتم كثيرا بكل ما قدمه العالم الأمريكي جون واتسون وإيغان بافلوف في عام 1931 ميلاديا تمكن العالم سيكانر من الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفرد في علم النفس وكرس حياته بعد ذلك في دراسة الحيوان كما سلط الضوء في دراساته على وظائف الجهاز العصبي المركزي انخرط العالم سيكانر في الحياة المهنية في لال الفترة الزمنية المحصورة ما بين عامي 1945 ميلاديا وحتى 1948 ميلاديا فتولى منصب رئيس الشعبة لقسم علم النفس في جامعة انديانا وكان أستاذا فيها أيضا وانضم سيكانر فيما بعد لعضوية شعبة علم النفس في جامعته الأم هارفر وعمل أستاذا في مجال علم ألا النفس في الجامعة ذاتها وتمكن من إصبار أربع مجلدات يتمحور موضوعها حول سيرته الذاتية الإنجازات تعتبر نظرية الأشراط الإجرائي أو المعروفة بل إشارة الأستثابي بأنها نظرية تعنى بإجراء التعديلات على السلوك وتكييفها من خلال إخضاعها للتعزيز الإيجابي أو السلبي لدعمها وتقويتها حيث يشار إلى أن مستوى رضا للشخص يرتبط بمدى قدرته على ربط سلوكه بالمؤثر والاستجابة معا وبالتالي لا يمكن إطلاق الحكم على سلوك الإنسان إلا عند تعرضه لتنبيه مماثل يذكر بأن العالم سيكانار قد ترك أثرا علميا كبيرا وراءه فقدم مقالة عام 1954 ميلاديا في مجلة جامعة هارفارد تحت عنوان علم التعلم وفن التعليم وقدم نظرية هندسة السلوك وكتاب ما بعد الحرية والكرامة